وصل صباح اليوم عدد من الأفواج السياحية الجديدة لمحافظة الأقصر بصورة طبيعية وذلك عقب مرور 24 ساعة على إحباط الأجهزة الأمنية بالأقصر لهذه العملية الإرهابية ومن جانبه أكد محمد بدر محافظ الأقصر أن عددا كبيرا من السائحين وصل المحافظة صباحا من القاهرة والغردقة ويقومون بجوالاتهم السياحية بصورة طبيعية بمعبد الكرنك ومعبد الأقصر والبر الغربي وسط تواجد أمني مكثف وشدد المحافظة على أن رجال الشرطة مستعدون بكل قوة لردعي أي عناصر خارج عن القانون ومن جانبه قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد أن 1131 سائحا أجنبيا من مختلف دول العالم قد وصلوا الأقصر اليوم ولم يتم إلغاء أي حجوزات لمزيد من التفاصيل معنا من هناك على الهواء مباشرة الزميل محمد مبروك أهلا بك يا محمد شايف الحركة السياحية تمر بشكل طبيعي متواجدين بشكل طبيعي هذه الأفواج التي تكلمنا عنها النهاردة 1131 سائح أجنبي من مختلف دول العالم وصلوا الأقصر ولم يتم إلغاء أي حجوزات هل شايف هذه الحركة السياحية ظهر عندك عند معبد الكرنك وفي محيطه الغرف السياحية هل ممتلئة عندك في الفنادق وزير السياحة أيضا أكد أنه هيكون فيه اهتمام في الفترة اللي جاية بالسياحة الثقافية اللي هي في العاصمة القاهرة في العواصم السياحية في الأقصر وأصوان عايزين نعرف منك كمان حالة السياح إذا كنت اتكلمت معاهم يعني هل بيتدولوا الحادث هل مقتنعين أن الحادث محولة لعمل إرهابي وليست عمل إرهابي لأنه لم يتم بالفعل وتم إحباطه قبل وقوعه عايزة أعرف منك كمان حالة تكسيف التواجد الأمني في محيط المعابد تفضل مساء الخير دينا أولا نحن الآن في ساحة معبد الكرنك هذا المعبد الذي يعد رسالة مصرية إلى العالم بأسره هذا المعبد الذي يعد رمز من الرموز السياحة المصرية يعني على مدار الساعات الماضية كان هناك عدد من أسواح من عدد كبير من الدول كان هناك عدد من أسواح الإيطاليين والألمان والصينيين والإنجليز كانوا يتجولون في ساحة المعبد وقد أخذوا بعض الصور التذكارية مع وزير الداخلية الذي جاء إلى المعبد ليتفقد حالته وحالة السياحة وحالة الأمن والانضباط الأمني داخل المعبد أيضا على مدار اليوم وعلى مدار الساعات الماضية كان هناك حالة من التكثيف الأمني هذه الحالة أعقبت الحادث مباشرة وهي كما يصفها عدد من المسؤولين في مدينة الأقصر هي محاولة وليست وقعة إرهابية هي محاولة ولكنها لم تنجح حسب محافظ الأقصر هذه المحاولة منذ أن حدثت وهناك حالة من التكثيف الأمني تشمل الشوارع الرئيسية في مدينة الأقصر وتشمل أيضا عدد من المعابد معبد الأقصر ومعبد الكارنك تحديدا في معبد الكارنك كانت هناك عدد من سيارات الشرطة في محيط المعبد من الخارج من الشوارع المطلة على النيل وهناك أيضا عدد من رجال الشرطة متواجدون حتى الممر الأخير قبل الدخول مباشرة والركود إلى مدخل معبد الكارنك بخصوص السياحة وبخصوص الحالة السياحية هناك اختلاف وتضارض نوعا ما بين أراء التجار وأصحاب البزارات والعملين في مجال السياحة وأصحاب الفنادق أو العاملين في الفنادق هذه الشريحة تشتكي من عثر الحال وتشتكي أيضا من ضعف السياحة مقارنة بالأعوام السابقة ومقارنة بالموسم الشتوي وهو الموسم الذي يفتح أبوابه للسياحة بشكل عام داخل مدينة الأقصر واستقبل أعداد أكبر لأن الأقصر وأصوان بطبيعة الحال هي ضمن التصنيف السياحة الشتوية كلما انتقلت المراحل إلى الصيف كلما أصبحت أوضاع السياحة الثقافية مختلفة ولكن أصحاب الشركات لديهم أراء أخرى خاصة وأن الحجوزات كما قلت دينا الحجوزات لم تتأثر شيئا حتى رغم هذا الحادث يقول أحد المسؤولين نائب رئيس نائب رئيس غرفة شركات السياحة في مدينة الأقصر وألتقيت به بالأمس قال لي أن الحجوزات لم تتأثر شيئا على الرغم من أن هذه الحجوزات يعني بعض الخبراء يقولون أنها لن تتضح إلا خلال الشهر المقبل بشكل أكبر ولكن الرجل قال بأن هذه الحجوزات لم تتأثر خاصة الحجوزات المتعلقة برحلة اليوم والتي تأتي من الغردقة ومن شارم الشيخ والذين يختمون أسبوعهم السياحي في الأقصر أو أصوان هذا التقينا بعدد من أسواح الذين زاروا أيضا معبد الكرنك خلال الساعات الماضية يتحدثون عن شعورهم بالأمن والأمان يقولون أنهم يعني يقصدون معبد من أهم المعابد في العالم وأنه يعني هذه الحادثة لم تؤثر شيئا سلبا أو يعني انتقاصا من رغبتهم في زيارة معبد الكرنك وأنهم يعني كلما أتيحت لهم الفرصة لزيارة هذا المعبد أو أي من المعابد في مدينة الأقصر لن يتدخروا جهدا لتلبية رغبتهم في هذه الزيارات وأبدو سعادتهم أيضا بمشهد التكثيف الأمني الذين رأوه وبعض من هؤلاء السواح كان يصطحب عدد من المرشدين أيضا تحدثنا معهم وقالوا بأن السياحة لم تختلف شيئا على طوال الإسبوع اليوم مثل الأمس مثل بقية الأيام داخل الإسبوع أنا أيضا معي لمزيد من الإضاحة في هذه الصورة مشرف الأثار داخل معبد الأقصر ويسمى وأسمه الأساس حندقة علي أساس حندقة برحب بيك سهلا فإن خلنا أصحبكم مباشرة شكل اليوم النهاردة هل في رأيك مختلف عن الأيام السابقة في هذا الإسبوع؟ لا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله لا ده طبيعي بتاع اليوم العادي بتاعنا السياحة زي ما هي الحمد لله ربعين لم تتأثر إحنا عندنا الأمن بسم الله ما شاء الله النهاردة ومبارح كان يعني أثبت العالم كله إن مصر إن شاء الله آمنة وإن الشرطة بتاعتها وديش بتاعها عشر على عشر الحمد لله ربعين وبخصي محافظ الأقصر ومدير أمن الأقصر والقيادات الأمنية على مستوى المحافظة سواء السياحية أو الأمن العام الحمد لله رب العالمين إحنا مبارح أنقصنا من كرسة كبيرة جدا وكان مقصود بها ضرب السياحة في مصر وليس في الأقصر ولكم بفضل الله سبحانه وتعالى ده ما حصل شي وشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا دينا يعني عدد من رسائل المسؤولين أيضا على مدار اليوم تتوالى وزير الداخلية أيضا الذي كان موجودا هنا أكد بأنه سيقوم بتكريم الضباط والجنود الذين شاركوا في إزالة أثار هذه المحاولة وأنه متواصل مع مدير الأمن ومتواصل مع مدرية الأمن في ضبط المشهد الأمني داخل مدينة الأقصر هذه هي الأجواء من داخل معبد الكرنك ومن ساحة معبد الكرنك دينا إليك مرة أخرى